السلام عليكم ورحمة الله ويمكنوا بخير. في درس اليوم ده اقول لك على افضل موقع ان انت تنزل منه الصور بدكة عالية جدا عشان تقدر ان انت تستخدمها في تصميمات بتاعتك وتكون الصورة بدكتها عالية وممكن تستخدمها مثلا في بنارات كبيرة او مقاسات كبيرة ان انت تقدر تتبعها وما تبكسلش معك خالص ولا تكون الصورة فعلا غباشة ولا الحاجات اللي هي بتبقى بايزة في الصورة ديت. ويعتبر من افضل مواقع احسن مسلا ما بتجي تبحس من على جوجل تلاقي الصورة مسلا صغيرة وممكن تجي تفريدها تلاقي من اغباشها معك عشان الصورة بدكتها صغيرة جدا ويرزلشان بتاعها مباش كويس. فيعتبر هو دوت افضل موقع ان انت ممكن تستخدمه عشان يبتدي ان انت ايه تصمم صور بتاعتك او لو عايز صور بدكة عالية لازم ان تنزل من موقع دوت وموقع ده جميل جدا وفي موايزات كتير جدا. فانت دلوقتي لو عايز تعرف ايه اسم الموقع وازاي هننزل عليه الصور وازاي ان احنا نختار الصور اللي هي دي الكتار عالية جدا تابع الفيديو للاخر وخليك معايا ويلا بنا. هنجي دلوقتي هنفتح اي متصفح عندنا هنجي نفتح جوجل زي ما فاتح معنا كده وهنجي نكتب هنا يندكس يندكس اوات وهنجي نختار اول حاجة معنا وهي يندكس اوات هيفتح معنا الصفحة بالطريقة دي هنجي هنا محدش يبحث هنا بالعربي يعني لو انت مسلا عايز منازر طبيعية مثلا او اي حاجة بتبحث عليها ما تكتبش هنا بالعربي هنجي هنا نفتح صفحة جديدة وهنجيب اه ترجمة جوجل وهنجي هنا مثلا ينقولين ile عايزين من العربي للانجليز وهنكتب هنا مثلا اي حاجة عايزين اه نبحث عليها بالعربي. مناظر طبيعية. هو هيترجم اينا هو الواحدة عشان نتأيير له من العربي للانجليزي. فهو هنا ترجم الواحدة هو. هنجي نعلم على الكلمة اللي هو جابها لنا دي كده. نهو ترجم لنا الكلمة اللي انت عايزها من العربي للانجليزي. وهنجي ناخدها كنترول سي. وهو كوبي. وهنجي نرجع على الموقع تاني وهناعمل هنا اي كنترول اللي هو بسط. وهنجي نضغط انتر. فتح لنا موقع بالطريقة ديت هنجي نضغط على الماتش. عايزين بقى السور بتاعتنا اللي هنه هنختارها. هيفتح لك بقى ايه المناظر الطبيعية اللي انت عايزها او اي حاجة انت عايزها بس لازم انتحط هنا بالانجليزي. محدش يبحث بالعربي عشان مش هيجيب لك ايه النتاج اللي انت عايزها. وطبعا دلوقتي الموقع دوت بيجيب لك السور بتاعه مسلا ايه بانواع مختلفة يعني هنا لو علمت على ايه سورة اهوت هتلاقيه كاتب لك هنا ايه الف وتسعمائة وعشرين في الف تمانين دي بتاع السورة. لو انت بقى عايز حاجة دكتها عالية جدا ومش لقيه الانت عايزه هنا. فانت هتيجي هنا على زيس اللي هو الحجم بتاع السورة نفسه. وهتكّر على الارش. الارش ده اقول له اكبر حاجة. هيجي بحصلك على الصور اللي هي الكبيرة. وانت لو خدت بالك اهوت هتلاقيه جاب لك الصور ايه بدكتها عالية جدا. الصور ها بدكتها عالية اوه. شوف بقى انت الصورة اللي انت عايزها وتختارها وهتيجي تفتحها. يعني لو احنا مثلا تكينا على الصورة ديت. هتليبي يحمل لك اوات وجاب لك الصورة ايه بالروزوليشن اللي انت عايزها تلات 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 تونمية واربعين في الفين ربعمية. الموقع ده بقى في ميزة حلوة جدا. انت لو مش عايز الروزوليشن دوت وعايز حاجة يعني اكبر من كده. هنيجي نضغط على السهم اللي في الجنب دة وهتليجي دك ايه مساحات مختلفة جدا وزوليشن عالي وايه واي حاجة انت عايزها ودكت صورة عالية جدا. يعني انت هو ميديك الصورة هاو تبصى انه انت انت اتكيت عليه هو اديك ايه لو انت لما اتكيت على السم دة اديك مساحات مختلفة och اكبر حاجة ايه اللي هو اربع تلاف في تلات تلاف. فانت لو عايز ايختارها لو عايز ايختارها مالي حاجة اللي انت اترايا يا حكي يعني. لو احنا اخترنا ديت اللي ايه اعلى حاجة في الصورة ديت هيبتدي ان هو يحمل معنا هوت ونزل لك الصورة بوست عاملة ازاي لو احنا عملنا زوم الصورة دكتها عالية جدا وانت طبعا انت لو عايز تسايفها على الكمبيوتر عندك عشان تستخدمها هنيجي نضغط كليك يمين على الصورة وانتك على ايه سيف اماجي از هيجي هنا ويقول لك ايه اختار الموقع اللي انت عايز تسايف عليه في الصورة لو احنا مسلا اخترنا الدسك يتوب عندنا اعتبر دوت ايه الحاجة السهل عندنا نختار الدسك يتوب وهنسمي الصورة او لو عايز تخلي الصورة بالمسامة بتاعها اللي هو بنعنيت عايز تسميها عادي بس هنيجي هنا نعلم على الاسم بتاعها محدش يمسح اللي هو بعد الدوت جي بي جي دي عشان دي هتصيغة بتاع الصورة فانت مسلا لو عايز تسميها مسلا مناظر طبيعية او منظر طبيعي وهتبتدي ان انت تتكى سيف هيبتدي ان هو ينزل هوت لو انت عايز تنزل من الصفحة ديت وجيب الدسك يتوب عندك وتشوفها عادي لو انت عايز مسلا تختار السهم دوت وتتكى يعني انا عايزك تظهر للفورد اللي هو سيف في الصورة عادي برضو لو احنا اتكدها هنا هيجيب لك موقع الصورة اللي هو الدسك يتوب هوت والصورة اللي هو سيفة هو لو انت مش عايز تتكى من هنا وعايزت لها الطريقة العادية بتاعتنا ننزل الصفحة بتاعتنا وهنلاقي الصورة هنا ايه تسيف تاعة الدسك يتوب عندنا هيت اهه نشدها لكم ايه المنظر الطبيعي اللي احنا ايه سيفنا هوت بالدقة بتاعت لو اخدتوا بالكو هوت اربعة تلاف في تلات تلاف وهنجي نفتح الصورة هنلاقي الصورة نزلت معنا بدقةها هيت ورزلشن بتاعها عالي جدا نبتدي ان احنا نستخدمها في ايه في ايه تصميم احنا عايزينه او اي حاجة ان احنا عايزين نستخدمه بكده احنا عرفنا ايه هو افضل موقع ان احنا ان احنا نستعمله عشان نختار الصور بتاعتنا من عليه وممكن كمان اا في حاجة مهمة جدا لو انت مسلا بتستخدم الصورة اللي هي مفرغة او صورة بصغة بانجي يمكن تستعمل الموقع دوت في الحاجات دي يعني احنا مسلا لو عايزين برواز بصغط بانجي ان احنا نستخدمه برنامج الفوتوشيوك بيكون مفرغ ما يكونش مسلا حاجة نقصها من جديد بالكلام ده فهنا نيجي نكتب هنا برواز وهنجي هناخد الكلمة بتاعته اللي هي بالانجليزة هيت وهنجي نبحس هنا ايه على الكلمة اللي احنا عايزينها بس هنكتب جنب الكلمة دي ايت بانجي بانجي هنجي اللي هو انت تبحث عليها هيت بصغة بانجي اللي هي الصورة المفرغة وطبعا زي ما هنعارفين ايه بقى الوزوليشن ان احنا عايزينها نختار لو انت عايز حاجة كبيرة مثلا بتختارها من الررج بس ده ده دلوقتي ايه احنا عايزين بقى نشوف ايه يعني ايه بنجي لو احنا مسلا اختارنا الصورة ديت هيجي افتح لك الصورة بالطريقة ديت لو انت عايز مسلا رزوليشن عائلة بتختار من هنا بس هنجي نضغط على اوبن وطبعا طبعا فتح لك بالطريقة دي كده وكده جابلك الصورة ديت بدون خلفية لو احنا سيفنا هنجي نسيف هوت زي ما احنا عارفين هنقول له الديسكتوب لو انت ملاحظ هنا ما جابش الصورة بصيغة جي بي جي وزا جابها بصيغة بي انجي لو احنا سيفنا على الديسكتوب هوت وصورة حملت وهنجي نشوفها الصورة بعد ما نزلتها هيت لو احنا فتحناها هنجي الصورة مفرغة يعني بدون خلفية الصورة لما تفتح دلوقتي هتعرف ان هي ايه بدون خلفية الصورة طبعا البرواز اللي معانا كده بدون خلفية يعني ممكن تستخدمها في تصميم معاك بدلا لما تقص الجزء الداخلي او الجزء الخارجي هي بتنزل مقصوصة معاك وبتبقى جاهزة معاك بكده احنا عارفنا ايه هو افضل موقع ان انت تبحث عنه في الصور اللي هي الدكتة عالية عشان نبتدي ان احنا نستخدمها بدل موقع جوجل وبكده هنكون خلصنا الدرس النهاردة واشوفكم على خير في الدرس اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا